في مبالغة بالتقوص الدينية بطبيق الدين ومضيعين الدين رايح الدين لغير عالم نحن خوفونا من الله نحن وصغار اذا ما بتسمع كلمة امك وقبوك الله بيخنقك لا ما بخاف منه بحبه لا بدي خاف منه خوفونا من الفن حسسونا انه نحن بقندهار مش بقست مش قس قادة الاسلام انت بتخاف الله بصورة الكهف مذكور خمس مؤمنون وستدسهم كلبه محافظة اي مظبوط بص الربنا تذكر الكلب بصورة الكهف قالوا الموسيقى ما بتجوز استقبلوا انه بيطلق على البدره علينا حيرونا انت هلأ ضد التشريعات انا ضد التطرف بكل اتجاهاته لا في تطرف وفي تشريع في حرام حلال انا مع القرآن مع الكتاب بس ما بتبع لحدا ما بتبع لأحاديث لانه للأسف ثلاثة رباع اللي عم نشوفه على السيحة هلأ من وراء الأحاديث مين داعش منان اجا من امريكا يعني ما انتحق على بعض اعرفت عليها اجا من الأحاديث المبالغ فيها الأحاديث اللي بتسيء لصورة النبي اساسا فيه كتاب واحد الله نزل وستين كتاب ما معروف مصدره احفظوا الكتاب هيدا اللي الله نزل وطبقوا الكتاب اذا قمتوا بهالمهمة كتير منها احمد يعني هيدا الكتاب الكرآن الكريم ايه طبعا اذا كل انسان فسروا على زوجه ما بيتفسر عليه لا في احاديث لا في دشريعات حتى توصلنا صح يفهم اللي بيفهمه اذا بدك تروحي انا كمسلم عم بحكي انا مني متطرف انا امرار بصلي امرار ما بصلي بس انا بشفت درست انا قريت الانجيل قريت عنا السنن عنا تابعت وقريت عند الشيعة حتى بدي اقرأ عند الطائفة الدرزية ما قدرت اوصل لكتير اشياء بحب اعرف وعرفت عن التقمز وبمعلومات هاي نحنا كل ما عايشين بدنا نفتش مش بس انا خلقت مسلم لانه انا مسلم من انا وصغير بحب اقره وطبعه عندي شك باللي اعمشوفه بالتطبيق ما عندك شك انا كتابي يحس بسلام اطلع عالي اللي عم يصير حولينا مسلا اللي عم يعملو المسلمين حولينا ما بيشبه كتابنا مش كل المسلمين بيشبهه الكتاب ولا كل المسحيين بيشبهو كتابوان عم تحكي عن التيارات السلفية التيارات التعصبية بكل الأديان مش بس بالاسلام من أنه جيبه أفلام التاريخية باسم الله بيقتله من يوم يوم من يوم يوم نحن بتايشوا أخذنا هالحديث أخذنا على الحديث لما سألتك أنه أنت ليه احضري أنا ما بتحضري أفلام تاريخية ما بتحضري كانوا عيام الروم بيحط الصليب وبيقطع على الراس والمسيح قال له منظره بقى على خدك على أي منظر له لا يسار والإسلام عيام العثمانيين بحط القرآن على القرمان ما تغرأ السفينة يا مش عم تعملوا عم تروح تقتلوا العالم هون وأنتو عم تقتلوا العالم هون أحمد برأيك ليه فضل راح على التطرف بالدين يعني طلع بمقابلات قبل ما تصير هالقصة بتصير بتصير الفن حرام وهيدي لازم تغني وهيدي ما لازم يغني الأسف هو صارت بعدين صار التطرف عبارة عن سلاح كان التطرف دين صار سلاح بس هو أنا اللي عم بسألك هي كونك قريب ليه لحراميك بس هلأ تغير هو هلأ بالأول واحد مثلا أنا بي بالزمنات مثلا بس توفت أمه عرفت اعتزل الفن بطل بدي يكتب أغاني وصار يصلي وصار بعد فترة رجع اتعرف على رجال الدين مظبوط قالي لا منرجع للفن أرحم مع احترامنا طبعا رجال الدين أكيد مش كلهم أكيد ففضل راح يعني أنت بتعترف عاطفي فضل صادق صادق بهاي وبهاي فضل كان عاطفي راح دينيا راح دينيا دينيا وحلو يروح دينيا بس يروح صح الواحد راح غلط هو كلنا من راح غلط أنا مني أنا ما بأيهم حدا أنا بالنسبة لإله الدين غير بالنسبة لإليك بالنسبة لإليك طبعا كل إنسان حتى لو كنتي من نفس الدين أنا وياك نظرتي للإشياء غير أنا يمكن الله يحاسبني من منذار ما أنا وشو مأيما من جوة أنا بعرف أنه في مواقف بحس الله قريب مني كتير أكتر ما أني أنا مثلا يكون عم صلي فيها يا ما كنت عم صلي ما حس بخشوع حس أنه أنا أداع أنه بدي ليه معقول الله يكون بعيد عني عرفت علي القصة القصة بينه بين رب الواحد كل واحد في صلاة بينه بين ربه